بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وظهر قارون في الأحداث وكان كل يوم يذهب فيه إلى فرعون يمر بموكبه من أمام عبيد بني إسرائيل ويتباهى بزينته أمامهم ووقع كثير منهم في حب الدنيا وتمنى أن يكون قارونا آخر ابتعدوا أفسحوا الطريق أيها العبيد لموكب مولايا قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من ذهب وغنا إنه لذو حظ عظيم إن لديه ذهبا لا يعد ولا يحصى ويلكم ثواب الله خير وأبقى لمن آمن وعمل صالحا إن الذهب زائل وإن الله باقي هذه هي مفاتيح خزائني إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لقد سرق الجنود كلما ادخرناه من نقود وذهب إصبري وسيجزين الله أجرنا أما زلت تؤمن بإله موسى؟ إن الله حق وموسى نبي من عند الله لماذا عاد؟ كنا من غيره في أحسن حال أتسمين العبودية والعمل تحت إمرة فرعون أحسن حال لقد كنت أحمل صخور بصمت وأرفعها إلى المعابد وكان الجنود يضربونني عندما أتريث قليلا كي أستريح ولكنهم الآن يضربوننا دون أي ذنب ما سكي يا امرأة إن نصر الله قريب إن موقف موسى صعب هذا يفعل أمام فرعون وجنوده لا لا يا ولدي لا تقف أمامه تعال معي حتى لا يراك الجنود اتركيني يا أمه اتركيني لا لن أتركك تعال معي تعال معي اتركيني يا أمه اتركيني يا ليتني قارون يا ليتني فرعون إن فرعون يملك نصف ذهب الأرض والنصف الآخر يملكه قارون وموسى لا يملك شيئا موسى لا يملك شيئا لقد أعطتهم آلهتهم كل شيء حتى نحن أعطتنا لهم وجاء موسى ليخلصنا من آلهتهم فوقعنا في العبودية أكثر شكرا ما أجمل وجهي حين يكسوه الذهب ما أجمل وجهي حين يكسوه الذهب من أجنى مني في هذا العالم من الذي يملك ذهبا بهذه الكمية يا لحظك السعيد يا قارون وظل موسى يدعو الناس في كل وقت وفي كل حين وكان يقول لهم إن قارون طاغ وإن ذهبه سوف يسلسل به يوم القيامة لأنه لا يعطي منه للفقراء وسيحشر هو وفرعون في الدرك الأسفل من النار مع الجبابرة والطغاة وكان منهم من يستمع وكان منهم من لا يستمع له سيدي قارون إن الفقراء في مصر كثيرون ويحتاجون للمساعدة ساعدهم ساعدهم يا مولاي حتى يبارك الله لك في مالك ألا يأكلون ويشربون؟ ألا ينامون تحت أصحف بيوتهم التي تحميهم من البرد والمطر؟ إنهم يأكلون الفتات ولا يجدون ما يغطيهم في الشتاء فليعملوا لا أبد أن يعملوا لقد عملت أنا وكونت ثروة فليعملوا حتى يغطنوا إنهم إنهم يعملون ليل نهار ولكنك تعرف أن فرعون لا يعطيهم ما يكفيهم وتريدوني أنا أن أعطيهم؟ نعم فالقد من الله عليك بالغنى من الله علي؟ أتريد أن تقول لي إن الله هو من أعطاني كل هذا الزهب؟ هو من أغناني؟ إن الله يعطي كل شيء أيها الرجل الخرف إن الزهب ذهبي وإنما أتيته على علم عندي ليس لله يد في هذا أستغفر الله المال مال الله ولله مراث السماوات والأرض ابتغي الظاهر الآخرة التي أعدها الله للمتقين أعطي الفقراء من مالك حتى يديمه الله عليه إن المال فتنة ولا يفتنك الشيطان به آه أراك تتحدث بلسان موسى هل آمنت به أنت الآخر؟ إن موسى ساحر ويجب أن يقتل وإن تحدثت بمثل هذا الحديث مرة أخرى لا أعاقبنك عقابا شديدا أغرب عن وجهي أغرب ما زال موسى يدعو العبيد إلى الصبر والقوة حتى يأتي يوم الخلاص لقد هزمني هو والسحرة أمامهم السحرة نالوا جزاءهم وبقي جزاء موسى بعزة فرعون لن أدعى هذا اليوم يأتي سأجعل جنودي يهلكون العبيد قبل هذا اليوم ومن هو موسى حتى يقف أمامنا ويقوي العبيد علينا؟ إنه عبد فقير ليس له قوة ولا حيلة لن يهدأ لي بال حتى أن تقم من موسى كان يجب قتل موسى منذ ولادته دعا لانتقام لي إن موسى مشهور عند قومه بالطهر والنقاء ولكنه كذلك فعلا هذا ما تتصوره أنت وقومه وهذا ما سأبينه له ولقومه دعا تدخل انصرفوا الآن قارون قارون لقد طال شوقي إليك وأنا أيضا أشتاق إليك أكثر منك ولكن فلنؤجل الاشتياق إلى يوم آخر أما اليوم فأنا أريدك فيما هو أكبر أي وجد أكبر من عشقي لك؟ نعم عشق فرعون فرعون؟ نعم كنا نتحدث عنك البارحة وفيما كنتما تتحدثين قلنا ليس لهذا الأمر إلا أنت وما هو الأمر؟ موسى بن عمران وما يزال موسى بن عمران يدعو قومه ليلا ونهارا لدين الله وما زال العبيد يجادلون ويسألون فلتدعو ربك يا موسى أن يعطينا ذهبا مثل ما أعطى قارون إذا ملكنا الذهب فسنكون أقوياء ويعيد موسى قوله ويقول لهم إن الذهب زائل وإن الله هو الباقي وإن القوة لله جميعا وإن الله هو الغني وما نحن إلا فقراء أمام الله لقد اشتد أزر فرعون بقارون وأصبح يدا بياد ضدنا آه يا موسى كم أنت رائع اليوم وأنت تقف تعذو الناس وتكلمهم عن دين ربك وكم كنت رائعا كذلك أمس عندما كنت نائما في أحضاني لا تتعجبوا فهذه هي الحقيقة أعذرني يا موسى ولكنني يجب أن أعرف هؤلاء العبيد من أنت إنهم عبيد حائرون قد سحرتهم بكلامك كما سحرتني بكلامك وجسدك المفتول هيا 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 فلتخلع هذا الثوب لقد أصبني الملل منه هيا قل لهم من أنت أكنت تواعد هذه الساقطة يا موسى أتنهان عن الفحشاء والمنكر وتفعلهما أنت قل لنا من أنت لا والله إن من مثل موسى لا يفعل هذا مطلقا إنها امرأة كافرة وتريد لنا الكفر جميعا وتقدم موسى من المرأة البغي ونظر في عينيها بعمق وسألها لماذا تتهمه بتهمة لم يفعلها وقال لها عما سيلاقيه العبد الذي يرمي الناس بالباطل من عذاب يوم القيامة وكيف سيقف أمام الله بعد أن كذب ولكن إذا تاب العبد وقال الصدق فسيغفر الله له ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ما هذا الذي يقوله موسى إنني أسمع هذا الكلام لأول مرة إنني أبحث عن المغفرة من فرعون وقارون بأعطاء جسدي لهم بينما يتقبلها رب موسى بالتوبة والعمل الصالح من أنت بحق الألهة من أنت يا موسى قال لها موسى إنني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا لكم كي أخرجكم من الظلمات إلى النور الله الله الذي خلق كل شيء الله الباقي والكل يزود أنت رسول الله حق فلتدعو ربك أن يغفر لي سامحني يا موسى سامحني أن قارون هو من أمرني أن أفعل هذا لقد أعطني الزهب كي أرميك بتهمة باطلة حتى ينفض من حولك العبيد وهنا رفع موسى يديه إلى السماء وحمض الله على أنه أظهر الحقيقة وهلل العبيد بسعادة لموسى بعد أن عرفوا الحقيقة لقد نصرك الله يا موسى وأظهر الحق إنك مثال للطهر والنقاء النصر لرب موسى 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 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ها أنت ذا بعثت له إحدى غوانيك لترميه بتهمة كي تشوه صورته أمام العبيد كي ينفض من حوله وها هي ذي آمنت به وأصبحت من أتباعه الذين كفروا أكثر بعد هذه الحادثة إن سحره شديد على العبيد ماذا يسقيهم؟ كيف يصدقونه هكذا بالصرعة؟ ماذا أفعل معه؟ إنني أقتل العبيد كل يوم وهو يأمرهم بالصبر وما زال منهم من يصدقه إنه يهدد ملكي يوما بعد يوم ويجب أن أتصرف أعطني جنيها ذهبيا باركتك الآلهة إنني جائع منذ البارحة أرجوك أرجوك أعطني جنيها أرجوك أرجوك إني جائع يا موسى منذ البارحة وقارون لا يريد أن يعطيني نقودا كي أشتري بها الطعام إنه جبار في الأرض وأنهض موسى العبد العجوز ثم رفع موسى يديه إلى السماء ودعا على قارون هل شعرت بالهزة؟ أما أم هذه الهزة من أثر الخمر؟ شعرت بها يا سيدي إذن فأنت الآخر قد سكرت ما هذا الاهتزاز؟ ما هذا الاهتزاز؟ ترجمة نانسي قنقر وكانت نهاية قارون الخسف لم ينفعه ذهبه ولا قوته وأصبح العبيد الذين تمنوا مكانه بالأمس ينفرون منه اليوم وعلموا أن كلام موسى هو الحق بأن الذهب فان والعمل الصالح هو الباقي والله هو الذي يبسط ويقبض وهو الذي يقدر الرزق لا أكاد أصدق ما حدث أتبتلع الأرض قارون بذهبه وملكه كله؟ إنه لشيء عجيب لم أر مثله قبل ذلك كيف انشقت الأرض؟ كيف ابتلعته بهذا الشكل؟ يقول العبيد الذين رأوا الحادث إنهم رأوا فم الأرض وهو يفتح ويبتلع القصر فم؟ وهل للأرض فم؟ إنه من عمل الساحر موسى إنه لساحر عليم ويجب علينا قتل السحرة لأنهم يعيثون في الأرض الفساد نعم يجب أن يقتل موسى ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وهنا تكلم أحد الرجال المؤمنين مدافعاً عن موسى ولماذا نقتل موسى؟ ألي أنه قال ربي الله وجاءنا بالمهينات إنه كاذب إن يكن كاذباً فسيقع عليه كذبه وإن يكن صادقاً يصبكم بعض الذي وعدكم به إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب إني أشتم سحر موسى عليك يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا كما جاء لقارون لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وإن كان موسى رسولاً فأنا إله هل ما جاء به موسى هو البينات؟ نعم ومن لم يؤمن به فسوف ينال أشد العذاب من الله وهل سيعذبنا الله إن لم نؤمن بموسى؟ نعم كما عذب أقواماً من قبلكم ألا تتذكرون يوم الأعزاب مثل دأب قوم نوح وقوم عاد وثمود ومن بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد وهل نحن نظلم أنفسنا إن لم نؤمن به؟ نعم وسيجيء يوم القيامة يوم تفرون من ذنوبكم ولن تجد أحداً يشفع لكم عند الله إن ميتم وأنتم كافرون ومن ذا الذي يضله الله ويهديه عبد إذن فالهداية في كلام موسى نعم كما كانت الهداية في كلام يوسف وبعد أن مات قلتم لن يبعث الله رسولاً وها هو قد بعث برسول لا تجادلوا في آيات الله بغير السلطان حتى لا يغضب علينا ويضع الكفر على قلب كل متكبر جبار يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد ولكن فرعون يقول إنه يعرف سبيل الرشاد ولو اتخذنا إلها غيره سيعذبنا ويقتلنا إن فرعون إلهنا وإلهك ليس لي إله إلا الله يا قوم إني أدعوكم إلى النجاح وتدعونني إلى النار تريدونني أن أكفر بالله وأكون عبداً لفرعون إن فرعون ليست له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وسوف نقف أمام الله جميعاً ومعنا فرعون يا قوم لا تسرفوا إن المسرفين هم أصحاب النار إن كلامك يحيرني ولكن قلبي يرتاح إلي لقد قلت لكم الحق أمام الله حتى لا أموت وفي صدري شهادة لم أقلها لكم يجب أن تؤمني بموسى أنت أيضاً يا زوجتي إذن ما يتردد في بيوت المصريين صحيح لقد آمنت بموسى لقد أنار الله قلبي بالإيمان يا ويلي يا ويلي أراضيت بإله غير فرعون أياتها الغبية إن فرعون ليس بإله ألم تكن تعبده؟ كنت على الضلال حينها بل أنت في الضلال الآن عد عما في رأسك من أفكار بحق فرعون حتى تنجو بحياتك إني أريد الحياة الآخرة للحياة الدنيا هيا هيا يا زوجتي إشهادي ألا إله إلا الله لا 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 أستطيع فسوف يعرف فرعون ويقتلني هيا توالزوجة الجبالة ماذا تفعل؟ أبحث عن أي شيء من كنز قارون لقد قال موسى إن الله خسف به الأرض هو وذهبه من الجائز أن ينسى رب موسى قطعة من الذهب هنا أو هناك يقول موسى إن الله لن ينسى ولكن فرعون ينسى وهل فرعون إله؟ وإن كان إلها كيف يترك صاحبه قارون لتخسف به الأرض هكذا؟ يقول موسى إن فرعون عبد لله مثلنا وإنه لا إله إلا الله وبعد ما رأيت ما فعله الله في قارون أقول أنا كذلك لا إله إلا الله هيا انهض واسمع كلام موسى واتق الله فيه يجب أن يقتل هذا الرجل ولكن في قتله مسألة عظيمة إنه يدعو رجال ونساء دولتي لكي يؤمنوا بموسى لقد جعل موسى منه تابعا له في قصري ينشر دعوته يجب إذن أن نبعد هذا الرجل حتى لا يصيبنا منه ضرر واتفق فرعون معهم على الرجل ودبروا له المكيدة ولكن الله حماه ووقاه سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وفاضت مياه النيل وغرقت مصر في الفيضان في يوم وليلة اللهم نجينا من الفيضان اللهم لا تقركنا فيه وهون علينا إنك أنت الرحمن الرحيم هل توقف الفيضان؟ ليس بعد يا مولاتي إنه فيضان عارم وقد أغرق مصر كلها وماذا عن المياه التي تغرق القصر؟ ما زلنا نرفعها عن القصر ولكنها تأتي بغزارة وتعلو أكثر أغروبي عن وجهي أغروبي عن وجهي هل سأظل محبوسة في هذه الغرفة كثيرا؟ من أين أتت كل هذه المياه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحاول رجال فرعون أن يسدوا ماء الفيضان ولكنهم لم يفلحوا وعلم موسى أن الفيضان هو غضب من الله على فرعون وقومه وقرر أن يذهب لهم ويخبرهم بالأمر ترجمة نانسي قنقر أهلا بأنبياء الله بماذا جئتموني هذه المرة؟ وطلب موسى من فرعون أن يترك العبيد كي يخرجهم موسى من مصر حتى ينتهي الفيضان وأن هذا غضب من الله عليهم غضب من الله؟ أم فعل سحر من أفعالك؟ كنت أحسب أن الآلهة قد غضبت مني ولكن بعدما قلته الآن علمت أنه عمل سحر صادر منك مهما تأتنا به من آية ياموسى فلن نؤمن لك أتريد أن تقول إن إلهك فعل هذا من أجل مجموعة من العبيد الذين لا ثمن لهم؟ إن حججك أيها الساحر واهية وتفتقد إلى المنطق وإذا خرجت أنت من مصر سيعود الرخاء لنا جميعا إنك شؤم علينا هيا اغربها عن وجوهنا هيا فرعون اسمع كلام موسى فهو يقول الحق إنه غضب من الله علينا أترك له العبيد ليخرج بهم من مصر وسيرفع الله الغضب عننا غضب؟ إنه غضب ولكنه غضب من الطبيعة كم جاء على مصر من فيضان؟ وماذا بعد؟ لقد دمرت مياه الفيضان محاصيلنا وهدمت بيوتنا إن لها أسابيع عديدة ولم يتوقف النيل عن الفيض إن الحديث يثار في أروقة مصر بأن موسى هو من وراء كل ذلك حقا ويقولون إنه أنزل سحره على ماء النيل فجعله يفيض علينا عندي حل وما هو؟ سأخبر موسى أنه لو أذهب عنا الفيضان لنؤمنن به ولنرسلن معه العبيد ولماذا نقول ذلك؟ حتى نعلم هل هو الذي وراء هذا الفيضان أم أنه فيضان من الطبيعة؟ موسى يا موسى يا أيها الساحر أدع لنا ربك لإن نجانا من هذا الطفان لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل وصدقهم موسى ودع الله أن يكشف عنهم العذاب فتقبل الله دعاء موسى ومنع الفيضان عنهم وعادت الأرض كما هي واستقامت وأنبتت الزرع موسى 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 ألم يعدك رجال فرعون أنه إن دعوت ربك وأذهب عنهم الطفان فسيتركون نرحل ها هو الطفان ذهب ونحن لم نذهب اذهب وأطلب منهم أن يتركون نخرج معك موسى مرحبا بك وطلب منه موسى أن ينفذ ما وعاده به اصبر يا موسى حتى تتعافى البلاد قليلا أتريد أن تتركنا في هذه الظروف وتأخذ العبيد وأنت تعلم أنهم من يزرعون ويحصدون وابنون انتظر قليلا انتظر لأجل خطرنا وصدق موسى الرجل وانتظر مدة وعادت البلاد إلى سابق عهدها قبل الفيضان وانصلح حال البلاد كما كان قبل الفيضان موسى موسى أين الوعد الذي وعدوك به يا موسى لقد طالت المدة وذهب موسى وذهب موسى مرة أخرى إلى الرجل بعد أن فاتت أيام كثيرة بعد أول مقابلة معها انتظر يا موسى لما العجلة أسبوع واحد فقط وسنترك لك العبيد إن موسى يطلب منا أن ننفذ وعدانا الذي وعدناه به لقد صدق أنني سأترك له العبيد كي يخرج بهم من مصر يا له من عبد غبي يظن أننا صدقنا أن الطفان كان غضبا من ربه وقد سرى هذا الحديث في أرجاء مصر وقد صدقه الكثير من المصريين لا تترك له العبيد فقد ذهب الفيضان ولن يعود لن أترك له العبيد وسأخبره بالحقيقة إن جاء إليه أسيا بالله عليك يا فرعون أترك العبيد لموسى أتقسمين علي بإله موسى؟ إنه إلهنا جميعا أترك العبيد لموسى كي ننعم بالأمان أتركيني أنت وعبيدي وخذ موسى وابتعد عني إن لم تترك لموسى العبيد كما وعدته فسوف ينزل علينا غضب آخر من الله إن لم أكن أحبك لقتلتك على ما تقولينه لي من أمر موسى لأنني أحبك أنا الأخرى أفيقي من سحر موسى بل أفيق أنت من سحر الشيطان لن أترك لموسى العبيد وسوف ترين أنه لن يحدث شيء آخر وعندها ستدفعين ثمن إيمانك به لنرى ماذا سيقول فرعون ورجاله لموسى وهارون هذه المرة وهل تصدق أننا صدقنا أنك الذي دعوت ربك فأذهب عن الطوفان لقد كان فيضانا عاديا وما أكثر فيضانات مصر تأتي وتذهب من تلقاء نفسها هيا أيها الساحر عد إلى ربك فلن نرسل معك العبيد ولن نؤمن لك ماذا قال لك فرعون وملأه هل سيتركوننا نذهب معكم تحدث أخبرانا لماذا لا تتحدث هل نقض عهدهم معكما هل سنظل في هذه العبودية إلى الأبد لقد كذبوا عليك يا موسى أنت وهارون يا لكما من سذج وغضب موسى من فرعون وآله بعدما نكثوا عهدهم معه ودعا ربه أن يجازيهم بما عملوا فصلت الله عليهم الجراد ماذا تقول؟ ترجمة نانسي قنقر 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 لقد هاجم الجراد علينا من السماء وهبط على الأراضي الزراعية وأكل الثمار اللعنة عليك يا موسى إن موسى أرسل الجراد علينا ابتعدي ابتعدي أيتها الحشرات اللعينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأنزل الله جنوده من الجراد على مصر فأكلت الأخضر واليهبس وفرغت السوامع من القمح وفرغت المخازن من الخضروات والفاكهة وباتت المجاعة على أعتاب قصر فرعون أنا أخرج من الفيضان لندخل في أسراب الجراد ماذا يحدث لنا؟ ماذا يحدث لنا؟ لقد فعلاها موسى مرة أخرى ولكنني لن أستسلم له ماذا يريد موسى منه؟ ألا يتوقف عن أعمال الشحر هذه؟ لقد أرسل علينا أسراب الجراد بعد أن نقضنا معه العهد لا عهد لموسى معنا أريد منكم أن تحاربوا الجراد في كل مكان وتنتهوا منه في أسرع وقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى متى سنبقى هكذا؟ إن بقي الجراد عدة أيام أخرى فسنفقد محصول العام بأكمله وسوف يجوع قومك أترك العبيد لموسى ونفذ ما وعدته به يا لك من شقي يا فرعون يجب أن نجد حلا لهذا الجراد إن ظل على ذلك فلن نجد شيئا نأكله إنه جراد جائع لعين يأكل الثمار في ثوان معدودة لقد أتلف حديقتي وأصبحت خاوية اللعنة عليه من جراد إن جنودي يطاردونه في كل مكان ويقتلونه ولكنه لا ينتهي أنقذنا يا فرعون من هذا العذاب ماذا أفعل؟ إن موسى موسى مرة أخرى لقد طلبت منه عندما جاء الفيضان أن يدوى ربه أن يزيح هذا الطفان فدع ربه فأذهب الطفان لقد كان من عمله إنه ساحر نطلب منه هذه المرة أن يدوى ربه ليزيح الجراد لن يستطيع ربه أن يزيح الجراد فلنطلب منه أن يدعوه ونرى ولكن كيف سيصدقك موسى بعد أن قط عهدك معه؟ هاتركوه لي وسوف أجعله يدعو ربه موسى موسى هتوسل إليك يا موسى أن تنقذنا من هذا العذاب فنستطيع التحمل أكثر من هذا ليس لنا طاقة بهذا العذاب هده لنا ربك أن يخرجنا من هذا العذاب وإن أخرجنا هذه المرة أعلم أننا نقضنا عهدنا معك قبل ذلك ولكن أقسم لك بإلهك إننا سنوفي بعهدنا هذه المرة موسى إن لك قلب رحيم ولن يرضيك أن يموت أولاد جوحا وصدقه موسى لعل الرجل يقول الصدق هذه المرة ويرسل معه بني إسرائيل ورفع يديه عاليا إلى السماء ودعا ربه أن يزيح عنهم العذاب واستجاب الله له وأزاح الجرهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إن الجرادة قد ذهب بعد أن دعا موسى ربه إنه لن رجل غريب إن سحره يجعله يسخر الطبيعة تسخيرا كاملا يجب أن نحطط كي نكون مستعدين إذا فعل شيئا آخر وهل لديه حيل أخرى؟ نحن لا نعلم مدى قوة سحره لقد جعلنا نقتل خيرة سخرتنا بعد أن وقعوا في سحره ولو كانوا معنا الآن لرحمونا من سحره إنه يعرف تماما ما يفعله إنه شديد المكر والدهر ولكنني وراءه حتى تكون الغلبة لي موسى، هارون، أهلا بكم في بيتي وطلب موسى من الرجل تنفيذ ما وعد به ولما العجلة يا موسى؟ انتظر قليلا حتى نرى الحب في الأرض وتطرخ الثمار هتريد أن تتركنا بدون طعام وتأخذ العبيد وطرخل؟ هل يرضيك هذا يا نبي الله؟ وانتظر موسى وأخبر العبيد بما حدث وأمر موسى العبيد أن يجتهدوا أكثر في العمل ويزرعوا الأراضي حتى تطرخ الثمار كي يخرج بهم من مصر لن يتركنا فرعون نخرج بعد أن نبدر الحب وتنضج الثمار لقد وعدوكما قبلا ولم ينفذوا وعداهم وأمرهم موسى بإبداء حسن النية والصبر لعلهم يصدقون هذه المرة وترحت الأرض القمحة والخضروات والفاكهة وحصادها العبيد وما يزال العبيد عبيداً وما تزال القسوة كما هي من جنود فرعون على العبيد تحركوا أيها العبيد الكسالة هيذهب يا موسى إليهم واطلب منهم أن يتركون نخرج معك ها هو وقت الحصاد قد مر وامتلأت مخازينهم بالقمح والأرز والبقول لقد وعدوك بعد الحصاد أن يتركون نخرج ولم يفعلوا لقد أفضعتمون من أين خرجتما أيها الرجلان وطلب موسى من الرجال أن ينفذوا وعدهم ولكنهم ماطلوه وحاوروه انتظر قليلاً حتى نركب أمورنا لما بعد رحيل العبيد وانتظر موسى قليلاً وما يزال العبيد عبيداً وما تزال القسوة كما هي من جنود فرعون على العبيد تحركوا أيها العبيد الكسالة موسى 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 إلى متى نتحمل هذا العذاب؟ لقد مات أبي وعلامات الضرب على جسده متى تخرجنا من مصر؟ إن دماءنا في رقبتك إنهم يماطلونك ولن يتركون لك افعل شيئاً افعل شيئاً بحق إلهك وتأثر موسى من منظر الأب المقتول والابن المفجوع على والده وذهب موسى وهارون إلى فرعون وطلب من فرعون أن يخلي سبيل العبيد إنني أخاف على العبيد منك ومن سحرك يا موسى إنك ستأخذهم وتسخرهم لأعمال سحرك اغرب عن وجهي أيها السحران وحزن موسى وهارون بعد أن نكث فرعون ورجاله العهد للمرة الثانية وخرجا غاضبين وماذا بعد أن نكثنا العهد للمرة الثانية؟ لا داعي للقلق فقد ذهب الفيضان واختفت أسراب الجراد إني أخاف أن يصحرنا مرة ثالثة إنه ساحر عليم؟ لا تخف أنا معكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أن خرج موسى وهارون من قصر فرعون دعا موسى على فرعون وقومه للمرة الثالثة دعا الله أن يذل فرعون وآله مرة أخرى فاستجاب الله لدعوته وأنزل صخطه وغضبه على فرعون وآله للمرة الثالثة وفي هذه المرة أنزل عليهم القمل وأدخله في بيوتهم ليمتص دماءهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ما هذا؟ من أين جاءت هذه الدماء؟ ما هذه القملة الكريهة؟ ما هذه الحشرات الكريهة؟ من أين جاءت؟ أيها الجنود؟ أيها الجنود؟ اللعنة اللعنة على هذا القمل إنه لا ينتهي لا ينتهي لقد دخل جسدي لقد امتص دمائي وماذا سنفعل مع القم لهذا؟ إنها إحدى ألاعيب موسى لألاعيبه لا تنتهي كنت أعلم أنه سوف يأتي بفعل جديد إن زوجتي وأولادي قد أصابتهم الأمراض الجلدية وقد صارت العدوى في البلاد جميعاً يجب أن نوقف موسى عن هذه الأعمال سنتحمل ما يفعله من سحر حتى إذا أنهى حياله انكشف أمام الشعب جميعاً وإلى متى سأظل القمل ويمتص دمائنا ويهري جلودنا؟ سنتحمل مثلما تحملنا الطوفان والجراد افعلوا شيئاً لقتل هذا القمل اللعين ترجمة نانسي قنقر ألا تجد علاجاً لهذا المرض اللعين؟ إن كل التركيبات والدهانات لا تفعل شيئاً مع هذه الالتهابات صحيح فكيف لديهان أن يشفي عمل الساحر موسى؟ إن الأمراض الجلدية انتشرت بين الجنود الغريب أنها لا تصيب عبيد بني إسرائيل مع العلم بأن هذا المرض ينتقل من ملامسة شخص للآخر والجنود يختلطون مع العبيد ولا يحدث للعبيد شيء كيف يصيبهم المرض وموسى معهم؟ اللعنة على هذا المرض إنه لم يترك في جسدي شبراً إلا وأكل فيه إنه مرض غريب لقد نقله القمل لنا إن هذا كله من سحر موسى إنني إنني لا أنام الليل من كثرة الحك في جسدي إن القم لا يملأ بيتي وملابسي أقدمت الصدمي وأصبحت لا أقدر على العمل متى الخلاص من هذا العذاب؟ ترجمة نانسي قنقر شكرا ألم تصبك الأمراض؟ لا، ولا يوجد قمل في حجرتي وكيف ذلك؟ آه، إن موسى لم يصب عليك سحرة إلى متى ستظل تقول موسى ساحر؟ إلى متى ستلفق له التهم؟ حتى يتركنا لحالنا إن لم تترك العبيد لموسى فسيقض عليك القمل أنت ودولتك لن يقدر علينا قمل موسى وستكون لي الغلبة وسترين موسى وهو يجث أمامي على ركبتيه ويطلب مني الصفحة والمغفرة على ما يفعله بنا تباً لموسى إنه يسخر كل شيء ضدنا وكالعادة اجتمع فرعون مع رجال دولته ليحلوا أمر هذا القمل ولكن لا حل للقمل إلا الذهاب لموسى وذهب الرجل الذي واعد موسى قبل ذلك مع بعض رجال الدولة إلى موسى 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 يا موسى موسى أرجوك أضغ ربك ليخفف عنا هذا العذاب نحن لم نأخل العهد هذه المرة إن فرعون كان سيتركهم لك ولكن جاء القمل وامتص دماءنا وأضغفنا فأرجى فرعون أمر العبيد حتى نسترد صحتنا أليس كذلك أيها الرجلان؟ بلى يا موسى هده ربك ليزيح القمل عنا وعندما تعود لنا الصحة انظر ماذا سيفعل فرعون مع العبيد وصدقهم موسى الطيب ودع الله أن يزيح العذاب عن آل فرعون واستجاب الله لدعوة موسى وأزاح العذاب عنهم واسترد فرعون ورجال دولته عافيتهم وشفوا من الأمراض الجلدية وعادت أيام الرخاء عليهم مرة أخرى وعاد جنود فرعون إلى إذلال العبيد من بني إسرائيل ونسوا ما حدث لهم أهلا بكما تفضلا تفضلا وطلب موسى وهارون من الرجل أن ينفذ الوعد انتظر قليلا إن جلودنا ما زالت ملتهبة ولا نقدر الآن على شيء انتظر حتى يكتمل شفاؤنا وبعدها نرسل معكم العبيد وانتظر موسى حتى يشفى المصريون تماماً وصدق أنهم لم يشفوا تماماً وذهب إلى العبيد كي يأمرهم بالصبر والسلوان إنهم لينوون تركنا لقد تم شفاؤهم تماماً وعادت صحتهم إلى سابق عهدها سيظلون يماطلونك ويماطلونك حتى تستسلم لهم وإني لا أشك أنك ستستسلم يا موسى في النهاية لن نأمن شر موسى إنه دائماً يأتي إلي ويطلب أن نترك له العبيد وماذا تقول له؟ مثل كل مرة أماطل وأماطل حسن ماطل حتى يصيبه اليأس ولكنه عندما يأس يرسل علينا آيات العذاب لن يستطيع أن يرسل علينا شيئاً آخر إنني أتركه يخرج كل ما عنده حتى يضعف هو أراد محاربتي فليتحمل ما يحدث له ومكث العبيد في العذاب وكانوا يشكون لموسى وطلبوا منه أن يذهب إلى فرعون وملئه حتى ينفذ الوعد الذي نكثوه للمرة الثالثة وذهب موسى وهارون إلى فرعون بعد أن ماطله رجال فرعون أكثر من مرة وماذا تبقى في جعبتك أيها الساحر هذه المرة أستخرج لنا الأموات لكي يحاربونا أم ستحجب ضوء الشمس عنا لم يعد في جعبتك شيء ونحن عادت لنا صحاتنا وقوتنا ونستطيع الصمود أمامك هيا خرج لتريانا ما ستأتين به هذه المرة وخرج موسى غضان أسفا مما فعله معه فرعون وبعدما سخر منه وأعلمه أنه لن يترك له العبيد ودعى موسى ربه أن ينزل العذاب على قوم فرعون واستجاب له ربه وأنزل العذاب للمرة الرابعة على قوم فرعون وهذه المرة أنزل عليهم عذابا جديدا بشكل جديد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واستقبلت مصر الآيات التي تلت آية القمّن وأنزل الله عليهم جنوده من الضفابع وأحالت حياتهم جحيما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسى في صحة إلهكم فرعون هازم موسى هه هي ذي الأيام قد مرت ولم يأتي موسى بشيء في صحة إلهينا فرعون في صحة إلهينا فرعون ترجمة نانسي قنقر ذات الصوت العالي القوي إنني لا أنام منذ ثلاثة أيام من صوتها إنها تنقنق ليل نهار ولا تنتهي وكلما قتلنا واحدها تخرج لنا اثنتان من باطن الأرض افعل شيئا يا فرعون افعل شيئا أكاد أجن من صوت نقيق الضفادع سأفعل وسأتخلص منها إلى الأبد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة لا أستطيع النوم من صوت هذه الضفادع إنها تخترق طبلة أذني كلما نمت توقظني فزعا آه كفا إنني لم أعد أستطيع التحمل أكثر من هذا سيجن جنوني إن لم أنم أنم واجتمع فرعون ورجال دولته واتهموا موسى بأنه السبب في هذا السحر ولم يكن هناك حل إلا نفس الحل الذي قالوه له قبل ذلك موسى إنك قاسي القلب علينا لقد عاملناك وأنت في قصر فرعون على أنك أمير وابن لفرعون بالتبني وكنا نحسن استقبالك في بيوتنا نحن لا نستطيع أن نتحمل هذا الأمر أكثر من ذلك إن قلوبنا أصبحت تفزع من صوت الضفادع هذا بجانب تدخلها في طعامنا وإفساده علينا أدعو ربك وأقسم لك هذه المرة قسما لا يرد أن نؤمن بك ونرسل معك العبيد أرجوك يا موسى أضح ربك ليصيح عنا هذا العذاب وصدقهم موسى ودعا ربه أن يزيح العذاب وأزاح الله العذاب عن آل فرعون اشتركوا في القناة وظل فرعون قومه وما هدى ورأى موسى أن العبيد ما يزالون يعاملون بقسوة وبلا رحمة ولم يفي رجال فرعون بوعدهم ولا يزال العبيد يعانون من شدة العمل وقسوة الجنود الذين يضربونهم بالصياط وماطل الرجال موسى وعددوا الأسباب وواعدوه مرة وثانية وثالثة وكان موسى ينتظر ولا يتسرع وتمر الأيام والحال كما هو ها هو سحر موسى قد زال عن مصر وهدنا كما كنا إن الذي فعله موسى بنا جعلنا أقوياء على البلاء والشدة لماذا لا تقتل موسى وتريحنا جميعا يا فرعون اقتله اقتله حتى نهدأ وقال الله في كتابه الحكيم ولتصنع على عيني صدق الله العظيم ولن يستطيع فرعون هو وجيشه أن يقتلوا موسى لأن الله يحميه ولكنهم لا يعلمون لم يأتي موعد قتله بعد ولكنني سأقتله إن آجلا أو عاجلا اجلسي كي تكملي طعامك لقد شبعت إنني لا أصدق ما كان يحدث لنا من موسى أتعلم أني أفكر كثيرا في أمر هذا الرجل؟ وأنا كذلك هل هو نبي حقا من عند الله؟ إني أعتقد أنه نبي هل ترى ماذا يفعل ينزل ربه آيات العذاب علينا ولا يستطيع فرعون وجيشه جميعا أن يفعلوا شيئا أمامها إلى أن يذهبوا لموسى ويحاولون استرضاءه ويعيدوه أنهم إذا رفع عنهم العذاب فسيؤمنون به ويتركون له العبيد ويدعو ويرفع ربه البلاء ثم يماطلونه ثانية إلى أن يغضب مرة أخرى وتنزل آية أخرى ولا يرفع البلاء إلا بالرجوع إليه مرة أخرى وهل هذا سحر؟ لم أرى سحرا بهذا الشكل من قبل إنني أشعر بالخوف من الأيام القادمة لماذا؟ أخاف أن ينزل علينا بشيء آخر وهل سنتحمل آية أخرى من آياته؟ ترجمة نانسي قنقر إن موسى وهارون يقفان على الباب ويريدان مقابلتك قول لهما إني لست هنا هلن يتركنا موسى في حالنا لن يتركنا حتى ننفذ ما وعدناه به وعلم موسى أن فرعون ورجاله لن ينفذوا ما وعدوه به وغضب موسى وهارون وأنزل الله آية عذاب أقوى وأشد من كل الآيات التي قبلها ترجمة نانسي قنقر أيها الخدم ائتوني بالماء إن إلهكم عطشان مولاي مولاي انظر إلى الماء الذي في الكأس ذبه هذا أيها الخادم الخرف أطلب ماء فتأتيني بدماء بعزة فرعون لقد أتيت بماء ولكن لونه تحول إلى دم اذهب أيها الخادم الخرف وأتني بالماء وإلا لأقتلنك وأعذبنك عذابا شديدا سمعا وطاعة يا مولاي سمعا وطاعة تعال لترى ماذا حدث لماء النيل ماء النيل؟ ماذا حدث له؟ إن مياه النيل أصبحت دما وذات رائحة كريهة فضيعة كيف ذلك؟ تعال معي لترى بنفسك يا مولاي تعدوا أروني ماء النيل ما هذا الذي أرى؟ لقد تحول ماء النيل إلى دم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورأى فرعون مياه النيل تتحول إلى الدم وجن جنونه من هذه الآية الجديدة التي أنزلها الله عليه وعلى قومه وكانت كل كأس تصب فيها المياه تتحول المياه إلى الدم ومن رحمة الله على عبيد بني إسرائيل أنهم لم يصبهم هذا الغضب وكانوا يشربون من المياه التي تظل مياها ولا تتحول إلى الدم توقف توقف أنت وهو عن اللعب بالمياه ألا تقدرون قيمتها إن رب موسى لم يغضب على مياهنا كما غضب على مياه فرعون وقومه إنهم ضمآ منذ أيام عدة هيا هيا ابتعد ابتعد عن هنا وتوقف عن اللعب بالمياه ما هذا الذي يحدث؟ ما هذا الذي يحدث؟ إنني أرى العجب العجاب من هذه المياه لقد تعولت إلى دم مولاي أخبرني ماذا فعلت؟ لا شيء إن المياه أصبحت دماء ولا تجدي معها أي تركيبات لكي تعود إلى طبيعتها إنها دماء بكل ما في الكلمة من معاني أيها الكاهن الغبي إن السوائل لن تجدي معها إن المياه قد أصابها سحر موسى اقرأ عليها بعض ترانيم الآلهة كي ينفك هذا السحر لا يستطيع السحر أن يفعل بها أي شيء إنها معجزة إنها معجزة والسحر لا يأتي بالمعجزة معجزة من رب موسى أليس كذلك؟ مولاي لقد أصبحت بلا علم أيها الكاهن أمام علم موسى لقد أضعفك وكشفك أمامي إن موسى ساحر وسينقلب سحره عليها لقد أمر المياه أن تذهب إلى بيوت عبيد بني إسرائيل مياها رائقة وأمرها أن تذهب إلى قصر دما لقد جعلني موسى عطشان أنا فرعون إله مصر عبد يمنع عني المياه لماذا توقفت أيها العبد؟ ماذا؟ مياه؟ نعم لدي الكثير منها اتركني أذهب إلى البيت كي أحضر لكما بعضا منها اتركه يذهب وماذا لو علم فرعون بالأمر؟ فليعلم إنه لا يستطيع أن يوفر لنا الماء هيا اذهب لتحضر الماء ولكن لا تتأخر وهل سأكمل العمل بعد أن أحضر لكم المياه؟ ألا تريد أن تكمل العمل؟ سأصنع بكما معروفا وأنتما تصنعان بي معروفا وتريحان اليوم من العمل يا لك من عبد داهية ماكر اذهب وأحضر المياه وسوف نريحك اليوم من العمل ما الذي أتى بك مبكرا اليوم؟ لقد ساومت جنديين من الحراسة على أن آتي لهم بالمياه لكي يشربه في مقابل أن أرتاح من العمل بقية اليوم يا لها من صفقة رائعة إنها حق المياه اللعنة عليك أيها العبد وتحولت المياه التي في يد الجندي إلى دماء عندما وصلت إلى فمه بقدرة الله واجتمع فرعون بآله ورجاله وخلص رجال دولته إلى أن الحل في يد موسى وذهب الرجال إلى موسى 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 وقال الرجل وعاد وزاد وبكى وانتحب وتوسل إلى موسى أن يخرجهم من هذا العذاب وأقسموا وأغلظوا الأيمان بفعل الوعد هذه المرة وبرروا هذا بأنهم لا يكون على شيء آخر يأتي من عند موسى فلم يعد في أجسادهم القوة ورفض موسى ولكنهم ظلوا يتوسلون إليه حتى رضي عنهم وضع الله أن يزيح عنهم العذاب ما أجمل المياه موسى 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 عمت مساء يا أسيا عمت مساء يا فرعون كلما ذهب عنا الغم أرى السعادة على وجهك لما لا أكون سعيداً؟ ولكن هذه السعادة تشرك قليلاً وتغرب كثيراً عن وجهك أنني إله وبياد الغروب والشروق هل ستفي بوعدكم لموسى هذه المرة؟ لم أعده كي أفي بوعدي إذن فهناك آية قادمة يقذف موسى ما في جعبته من أعمال السحر إن موسى ليس بسحر إذن فهو نبي الله نعم وهذه الأسحار من عند ربه إن الله حرم السحر على عباده فكيف به هو عز وجل؟ إن يكن هناك إله لموسى فكيف يعطي رسالته لعبد من عبادي وأنا موجود؟ إن أنا آلهة مثل بعض ونفهم بعضاً أكثر إن إله موسى لم يحسن لاختيار من الأفضل لنا أن نترك العبيد لموسى يوجد إله بدون عبيد؟ أم أنني لست إلها؟ أرست بإله؟ أجبيني أترك ذراعي يا ربنك الحبيب موسى لمن الغلبة؟ وستعرفون جميعاً من هو إلهكم؟ شكراً لكم وعلم موسى وهارون بالحادثة وبشره موسى بأن كل من يمت وهو يعمل فهو عند الله شهيد وجزاؤه الجنة التي وعدها الله لعباده إننا لا نريد الجنة إننا نريد الخروج من مصر لقد دعوت ربك أن يزيح العذاب عن المصريين واستجاب لك ربك بعد أن وعدك رجال الدولة للمرة الخامسة أنهم سيتركون أنا لك ولم تتعلم من الدرس يا موسى إنك تحمل ذنباً في رقبتك يا موسى افعل شيئاً حتى نخرج من هذه الأرض أرهم أكبر حيالك ألا تستطيع قتلهم؟ لك الله يا موسى أنك تدعو اليهود لدين الله الحق منذ سنين ويخرج عبد من عبيد بني إسرائيل ويقول لك أرهم بعض حيالك افعل شيئاً حتى نخرج من هذه الأرض هيا 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 يا موسى هيا وذهب موسى وهارون إلى فرعون وملئه كي يطلب منهم تنفيذ الوعد كفاك ألاعيب أيها الساحر لقد فاض بي الكيل منك أصدقت أننا نؤمن حقاً بأن ما كان يحدث من آيات هي من عند ربك أصدقت أننا نؤمن بأن لك رباً إنك إلهنا جميعاً يا فرعون أخبر هذا العبد الفقير الذي يرتدي الخشن من الثياب ويأكل فتاة الخبز التي تتساقط من أفواهنا وينام على أخشن الأسرة أن الآلهة تنام على ريش النعام وتأكل أحسن الطعام وتلبس ما غلى وندر بلا بلا يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ما الفرق بيني وبين موسى ألست خيراً من هذا الذي هو ضعيف وفقير لا يرتدي حتى أسويرة ذهبية في معصمه أو قرطاً من لؤلؤ ولا نكاد نفهم منه الكلام بسبب لثغة لسانه ويأتي معه برسول كيف لرسول أن يأتي برسول آخر نقد أفهمك يا موسى أمامنا ومن الأفضل لك أن تخرج أنت وأخوك إن إلهنا فرعون فصيح اللسان وكيف لا أكون فصيح اللسان أليس الكمال للإله هيا هيا أيها العبد الفقير أغرب أنت وأخوك عن وجهي فإني قد غضبت عليكما وستريان عاقبة غضبي وخرج موسى وهارون من القصر وكان موسى في هذه المرة شديد الغضب وقد تضايق أكثر من رجال فرعون الذين كانوا يأتون إليه متوسلين لكي يدعو الله أن يزيح عنهم الغضب ودعا موسى ربه بعد أن خذله آل فرعون للمرة الخامسة صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهكذا أجيبت دعوة موسى وظل قوم فرعون عن سبيل الله بعد أن دعا موسى الله قائلا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر دمت لنا إلها يا فرعون لقد انتصرت على موسى وعادت لنا أيام الرخاء ثانية على يديك لقد أذهبت الحزن عنا وعاد لنا ربيع مصر وظل موسى وهارون يدعوان بني إسرائيل كما أمرهم الله في استقامة وصبر وأمر العبيد بالصبر إلى متى نصبر إلى متى سنظل عبيدا لفرعون وجنوده وهل تظن أننا سنكون أحرارا بعد أن يحررنا موسى من فرعون سنظل عبيدا كذلك ولكن لإله موسى يا حسرة علينا ولكن موسى وهارون أخبراهم أنهم جميعا عبيد الله الذي يقضي بينهم بالحق ولا يظلم أحدا وأن المطلوب من العبد أن يوحد الله ولا يدعو معه آلهة لا تنفع ولا تضر وأن يصلي لله وأن يحب الخير للجميع ولكن فرعون الذي يدعي الألوهية يظلم العبيد ويسخرهم لأغراضه الدنيوية إذا ظلمنا ربك كما ظلمنا فرعون ماذا سنفعل؟ هل سيأتي لنا نبي آخر برب آخر ويخلصنا منكم وهكذا كان عبيد بني إسرائيل يجادلون أنبياء الله على مر السنين أرهق وأتعب عبيد بني إسرائيل أنبياءهم من كثرة الجدل ولكن موسى كان لديه الرد وقال على لسان خارون إن الله لا يظلم مثقال حبة من خردل فهو حكم عدل إذن فخلصنا من عبودية فرعون حتى نكون عبيدا لله الحاكم العدل موسى مازال يدعو العبيد إلى الإيمان بربه إنه مصر أن له ربا غيري سيظل يدعو الناس إلى دين الله حتى يكمل رسالته ومتى تكتمل رسالته عندما يخرج العبيد من مصر أم عندما أقتله هل ما زلت تريد قتله؟ بلى سأقتله وسأقتل كل من يدعي أن له إلها غيري ولكن رب موسى لا يقتل إنه يحي ويميت إن لم تتوقفي عن الدفاع عن موسى لأقتلنك شر قتله ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 لك وبعد أن استخف فرعون قومه بأنه غني وموسى فقير أفقره الله وأفقر قومه وهذه آية أخرى من آيات الله لقوم فرعون ولكنهم لم يدركوها وظلوا على الطاعة لفرعون مولاي لقد قل احتياطي الذهب من المخازن يا مولاي وماذا عن المناجم؟ لم يعد في المناجم ذهب كثير ولم تدفع رواتب رجال الشرطة بعد وأنا أريد أسلحة وخيولا لرجال الجيش هل أصابنا الفقر جميعا؟ افعل شيئا يا إلهنا ادعو الآلهة أن ترسل لنا الذهب والفضة ألم تجد حل للأزمة بعد؟ لقد أصبحت دولتي شبه خاوية من المال ودخل الفقر بيوت قومي جميعا لو كان قارون حيا لواقف بجانبنا في هذه المحنة قد ذاهب قارون بذهبه ولكنك باق وماذا عن الذهب؟ عن القوة؟ عن الألوهية؟ أيوجد إله فقير؟ ولكنك لست فقيرا إن لك ملك مصر جميعا وماذا أفعل بالملك من دون الذهب؟ إنني أريد القوة أريد الذهب وهذه إحدى آيات الله ودعوة من دعواته هل عدنا مرة ثانية لهذه الأقويل؟ إن الفقر الذي أصاب فرعون وقومه من شدة إصرافهم وترفهم في الحياة وهل نهايتنا قد قربت نحن كذلك؟ إننا فقراء مثل فرعون وقومه هذا كل ما تبقى لنا من ثروتنا لا أستطيع أن أصدق ما يحدث لنا هل بعد عيش الطرف والغنى نصاب هكذا بالفقر؟ إنني لم أعد أشتري ذهبا لقد فرغت خزانتي من الحلي والقلادات وأنا أصاب الفقر التجارتي ولم أعد أكسب مثل ما كنت ولم تعد مركبه تسير في البحر لقد غلت البضائع وقلت ذهب وماذا عن إلهنا فرعون؟ اذهب إليه كي يساعدك إلهنا فرعون؟ إن خزانته قد فرغت وقد أصبح إلهنا فقيرا مثلنا العبيد بدأوا يتمردون على جنودي هون عليك يا فرعون أشعر أن نجمي بدأ يأفل سبحان الذي يغير ولا يتغير من هو الذي يغير ولا يتغير؟ الله ألم يأني الأوان بعد حتى تؤمن بالله؟ أؤمن بالله رب موسى؟ ماذا تقولين؟ ألم ينكشف للكل أن موسى ساحر؟ فرعون إلى متى ستظل على عنادك؟ آمن برب موسى بالله عليك لن أؤمن لساحر أبدا إذا نترك العبيد لموسى ولن أترك له العبيد إن بطش الله لشديد وإن لم تتركهم برغبتك ستتركهم رغما عنك ومن الذي سيرغم فرعون؟ من الذي يقدر على فرعون؟ إن مملكتك تتهاوى وأنت في يدك إنقاذها وماذا أفعل؟ هل أذهب بنفسي مكان العبيد لأنقم عن الذهب؟ الذهب موجود مكانه ولكن الله أعمى عيوننا عنه أقد مللتك ومللت الحديث معك كلما أفضيت إليك بما يجول في صدري من غضب زدتني غضباً إنني أخبرك بما سيزيل الغضب من صدرك إن الغضب لن يخرج إلا بقتل موسى إن الله سيمنع يدك عن المساسب إنه نبيه لقد مكرت له كثيراً أنت ورجالك ولكن الله بالغ أمره لا يوجد إله غيري اذهبي إلى القوم واسأليهم من هو إلههم؟ إنهم في ضلال ضلال موسى لن أترك لموسى عبداً سليماً حتى يخرجه من مصر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وثار فرعون وطغى أكثر هو وجنوده على العبيد وقسد قلوبهم ولم يعد بنو إسرائيل يحتملون ماذا تريدون أيها العبيد؟ نريد أن نطلو منك يا إلهنا إذناً بالخروج خروج؟ ماذا تعني بالخروج؟ سنخرج لنحتفل بعيد لنا عيد؟ ومتى ظاهر هذا العيد؟ إنه عيد لياتي إلا كل مدة وقد جاء موعده وماذا عن العمل؟ فالترحمنا يا إلهنا عدة أيام حتى نعود إلى العمل بكامل قوتنا وأين ستحتفلون بهذا العيد؟ على حدود البحر الأخمر فلتجعلهم يذهبوا لعيدهم وهل للعبيد يعيد؟ اتركهم اتركهم فهم لم يرتاحوا منذ زمن ولم يحتفلوا بعيد لهم إن هؤلاء العبيد أصبحوا يسببون لي الضيق إذن فاتركهم يرتاحوا قليلا ولترتح أنت كذلك إن أعمال البناء تباطأت حركتها فاتركهم في هذه الأيام حتى إذا عاد وقت البناء وجدتهم بجانبك نهم عبيد مقرفون لقد أذنت لكم أن تخرجوا لتحتفلوا بعيدكم شكرا لك يا إلهنا هل ما سمعته يا مولاي صحيح؟ وماذا سمعت؟ هل أذنت لليهود بالخروج من مصر حتى يحتفلوا بعيدهم؟ نعم ومنذ متى كان لليهود عيد؟ اتركهم يحتفلون قليلا فعمليات البناء قد قلت لا تأمن للعبيد يا فرعون إنهم خائنون ألم تذكر ما حدث عندما كان إلى هنا فرعون الأكبر على قيد الحياة؟ لقد تحالفوا ضده إذا كان في نيتهم شيء غير هذا الاحتفال فستكون هذه نهايتهم سوف تتركني أعاقبهم إن فعلوا شيئا يا مولاي كيف يا موسى ستخرج بنا من مصر؟ ولم يؤمن بك إلا القليل مننا إنني أخاف عليك من العبيد إنهم ماكرون وأخبرهم موسى أن الله أمره أن يخرج بالعبيد ولن يعصي لله أمره وأنه مؤمن بأن الله قد حدد المعادة المضبوط لخروج العبيد وأخبرهم أن فرعون قد ضعف بعد أن أصاب مملكته الفقر وهذا أنسب وقت للخروج من مصر في ظل انشغال فرعون بأموره الداخلية إذن فلنسرع بالخروج يا موسى قبل أن يعرف فرعون وملأه أمرنا لا أصدق أنني أرى آخر غروب للشمس من أرض مصر أخيرا جاء اليوم وسنتحرر من العبودية إن الفضل يعود لموسى وإلهه ما أشجعه رجل؟ هل تعلمين أنه يصاب علي كثيرا هو وهارون من كثرة ما يدعونا إلى دين الله؟ إنني لم أؤمن به بعد ولكن إن أخرجنا من مصر وأحسن معاملتنا وأقام لنا دولة فسأؤمن به وأنا كذلك دعي موسى الآن وانظري إلى غروب الشمس دعي موسى الآن وغمز آيا آي موسى الآن وان crec آيا آي أموساً طوالء ان dynamوس ترتون المترجم للقناة بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين صدق الله العظيم إني أشعر أنني سأموت قبل أن أؤمن بموسى وأنا كذلك ولكن إن كان موسى نبيا حقا فسوف يحمل وزرانا عنه لأنه يقول لنا كلاما لا أستطيع تصديقه وهل تصدق ما يقول إنه يلعب بعقولنا ويحسب أننا خرجنا معه لأننا آمنا به لا يعلم أننا نريد الفرار فقط من فرعون وبطشه مسكين لا يعلم الحقيقة دعه على جهله حتى يخرج بنا من مصر كان موسى يعلم ولكنه يطيع أمر الله فيهم وكان فرعون وجنوده وقومه يعلمون أن العبيد خارجون لعيد لهم ولكن انكشف أمر موسى لفرعون لقد جعل موسى العبيد يكذبون على إلههم وقالوا إنهم خارجون لعيد لهم وهم خارجون من مصر إلى الأبد إن من يدعي أن له إلها يحرد عبيدي علي وماذا سنفعل مع العبيد؟ هل سنتركهم يخرجون من مصر؟ سيعودون إلى مصر أذلة بدون نبيهم موسى كيف؟ سنذهب وراءهم بجيشنا إن عدد الجنود لدينا هنا قليل إذن نرسل في المدائن حاشدين ونبعث في طلب الجنود من كل أنحاء مصر وهل نرسل في حجد الجنود من أنحاء مصر لأجل شرذمة من العبيد؟ مولاي أتركهم ليخرجوا من مصر أنت تعلم أن البلاد تمر بأزمة ستزداد الأزمة بعد أن يخرجوا إنهم عمالة رخيصة وجبانة ولن نجد عبيدا خيرا منهم بألى بألى هيا يا رئيس الجيش ابعث في طلب الجنود من أنحاء مصر إن العبيد قد كذبوا علينا وإنهم لنا لغائضون يجب أن تمنعي فرعون من الخروج وراء موسى والعبيد ولماذا أمنعه؟ دعيه يخرج وراءهم ويعود بهم وفي أيديهم وأعناقهم الأغلال إن الله هو الذي حررهم ولن يستطيع فرعون أن يستعبدهم مرة أخرى سيعود بهم فرعون وسترين قلبي يحدثني أنه لن يعود إلينا إذا خرج وراءهم وأنا قلبي يحدثني أنه سيعود بهم سجدا له نيفر تاري إن المملكة تسقط وكل هذا بسبب كفر فرعون بالله ونبيه موسى أوه موسى طفلك الجميل الذي تربى في قصر فرعون ويريد القضاء الآن عليه إنني أشك أنك وراء كل هذا اتق الله يا نيفر تاري لا تظلمين سيعود العبيد بدون موسى هيا عودي إلى حجرتك إني أريد أن أنام قليلا اسمعي نسيت أن أقول لك إن فرعون وعدني بقطع رأس موسى وهارون وإهداء رأس موسى لي أنا نيفر تاري ورسم فرعون الخطة ودرسها مع أركان جيشه وأحكموها بمهارة حتى لا يكون هناك موطع لخطأ أحان وقت الرحيل؟ قد استعدت جيوشي وينتظرون إلههم كي يتقدمهم في الصف وهل الآلهة تحارب العبيد؟ أجل تحارب الشر فيهم وإذا ماتوا في صدورهم الشر ماذا ستفعل الآلهة لهم؟ إذا مات العبيد مات الشر فيهم وفني من الدنيا وهل هذه هي فلسفة الآلهة؟ إنها فلسفة أنا الإله فرعون يا حسرة عليك يا فرعون إنك لا تعلم من هو الإله الحق سأعود بالعبيد مرة أخرى وأريك فلسفة فيهم ترجمة نانسي قنقر 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 لقد كنت أعلم أنه الطفل الذي قالت عنه النبوءة لماذا تركته يكبر ويقوى في قصري لماذا تركته يهرب بعد أن قتل الجندي المصري ولماذا لم أقتله عندما عاد ولماذا لم أقتله عندما وقف أمامي وتحداني وهزمني وهزم الساحرين بسحره لماذا تركته يسري بسحره في أرضي ويذيقنا الويل سنوات عدة لماذا لم أقتله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأسرع فرعون وجنوده وراء موسى والعبيد وفارح جنود فرعون أنهم يسيرون وراء فرعون الذي يظنون أنه إلههم وأيقنوا أن لهم الغلبة وأن موسى والعبيد هم الخاسرون ترجمة نانسي قنقر 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 أعيد فرعون وجنوده تصل إليهم وكفهم شر فرعون إنه كان من المفسدين رببني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين ألا يليق علي الكرسي؟ أتطمعين فيه؟ أطمع فيه إلى أن يعود فرعون لقد ذهب فرعون إلى نوسى والعبيد لكي يحافظ على هذا الكرسي إنه يستحق هذا العناء كلا إنه هو الذي يأتي بالعناء حسبه فرعون حقا أنه كرسي العرش هو حقا كرسي العرش ويرثه أولادي من بعد فرعون ترجمة نانسي قنقر وهل سنصعد هذا الجبل يا موسى؟ وإذا صعدنا هل سيقابلنا جبل آخر؟ وويلته وعذابه ترجمة نانسي قنقر وهل سعد العبيد هذا الجبل العالي؟ لا أطنوا ذلك بل سعدوا انظروا انها قطعة خبز من الخبز الذي يأكله العبيد يا لهم من عبيد اشتركوا في القناة انهم قادمون فرعون قادم ومعه جيشه وسيقتلوننا شر قتله لماذا سمعنا كلامكما؟ أنت وهروه لقد عنينا ما شقف السفر أياما ولهالي أطوال حتى نهرب من عبودية فرعون وهاهو قادم وراءنا وسيأتي إلينا بجيشه ويقتلنا جميعا لقد أهلكتنا يا موسى لقد دعنا يا موسى إن البحر أمامنا والعدو وراءنا وقال موسى مطمئنا كلا إن معي ربي سيهدين وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر اشتركوا في القناة هيا هيا ماذا تنتظرون؟ اشتركوا في القناة 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 بحق الآلهة كيف فعل موسى ذلك؟ وكيف يفعل ساحر مثل ذلك؟ هيا ماذا تنتظرون؟ اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ورد عليه جبريل قائلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين غرق فرعون وجنوده ولم يقبل الله توبته فإن الله لا يقبل توبة عبد وصلت روحه إلى الحلكوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهكذا ينتهي الجزء الأول من قصتنا مع موسى وفرعون بعد غرق فرعون وسوف نكمل باقي